هذه رحلة نبدأها في الرياض عاصمة السعودية ونبدأ بشانزل زي الرياض هكذا يسمون شارع التحلية الذي يمتع العين نهارا وعلى وجه الخصوص ليلا وتجد على ضفتيه الفنادق الطخمة والفخمة والمطاعم ومحل الحلوى سمي شارع التحلية لأمر غير محل الحلوى سمي كذلك بسبب وجود المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عليه السعودية هي الدولة الأولى في العالم في كمية ما تنتجه من مياه البحر المحلأ أكثر من مليار متر مكعب في السنة النصف في الشرق على الخليج والنصف في الغرب على البحر الأحمر عبر 27 محطة تحلية يتم إنتاج هذه المياه الصالحة للشرب المتجولون في شارع التحلية لا يرون سوى مقر المؤسسة هناك بعيدا على الشاطئين تقع التحلية الفعلية هذه كبرى محطات التحلية في العالم في رأس الخير على الخليج المشكلة أن الرياض بملايينها الأربعة عالية إنها ترتفع عن سطح البحر أكثر من 600 متر لذا فتكلفة إيصال المياه إليها تفوق بكثير تكلفة التحلية في النتيجة التكلفة العامة على السعودية ستة مليارات دولار في العام هذا هو النفط كثير ورخيص فمحطات التحلية التي تنتج الماء لا تشتغل على الماء بل على كهرباء تستهلك نفطا كثيرا ورخيصا ثمن المياه على المستهلك مدعوم حكوميا وهو تصاعدي لحث الناس على توفير الماء وفي دول عربية كثيرة تشح المياه ولا يوجد نفط ولا غاز ولا يوجد أثمان تصاعدي اشتركوا في القناة